ما هي السنة في القراءة في الصلوات الخمس بعد قراءة صورة الفاتح ما الذي يسن قراءته في صلاة الفجر السنة التطويل في القراءة في صلاة الفجر هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل وهناك إجماع على ذلك واتفقت المذاهب الفقية الأربعة على أن السنة الإطالة في القراءة في صلاة الفجر قال بذلك الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة استدلوا على ذلك ببعض الأدلة الرقراق الجميلة روى البخاري ومسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة آية عليه الصلاة والسلام ما بين الستين إلى المئة آية في صلاة الفجر في رواية تنيا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الصلاوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور الرواية تني الرواية الجميلة تني وأرجو من الأئمة أن يستمعوا إليها والحديث فيه صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الصلاوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور أي ما يساويها ويعادلها في الآيات من الصور في رواية أخرى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أيضا رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فكانت صلاته بعد إلى التخفيف يعني في الفجر تقرأ قاف على الركعتين جميل تقرأ الواقع على الركعتين جميل وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد ونحوها فالصبح يأتي على الناس وأكثر الخلق نيام ربما يستيقظ كثير من الناس على الإقامة مثلا أو حتى على قراءة الإمام في بعض الأماكن التي تسمح بإذاعة الصوت خارج المساجد فربما يقوم ويتوضأ ويستعد للصلاة ويدرك الإمام في الركعة الأولى إن كان الإمام يطيل القراءة نوعا ما في صلاة الفجر كأن يقرأ مثلا بصورة الواقعة أو بصورة قاف ربما يدرك المسبوق ومن أهل العلم من قال للحكمة في أطالة القرآن في الصلاة في صلاة الفجر أن قرآن الفجر مشهود من الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودا فهو يطيل قراءة القرآن في صلاة الفجر ومنهم من قال بل لما كان صلاة الفجر ركعتين وصلاة الفجر يا صلاة الصبح لا فرق بينهما لأن بعض إخواننا يلتبس عليه الأمر ما هي صلاة الفجر وما هي صلاة الصبح صلاة الفجر يا صلاة الصبح وصلاة الصبح يا صلاة الفجر فلما كانت صلاة الصبح أو صلاة الفجر ركعتين اثنتين كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة عوضا لنقص عدد ركعتها عوضا لنقص عدد ركعتها كذلك صلاة الفجر تكون في وقت خل فيه السمع والقلب واللسان عن الاشتغال بأي أمر من أمور الدنيا فهو من أعظم وأرقي وأصف الأوقات لسماع القرآن وتدبره صلاة الفجر الآن مذاق خاص لها مذاق خاص ورب الكعبة وأنا أعجب لكثير ممن يظنون في أنفسهم الخير بل وربما الصلاح وهم مضيعون لصلاة الفجر ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء والله الذي لا إله غيره لطالما بكيت وأنا عائد من المسجد على صلاة الفجر حين أرى جل الخلق نيام ولم يحضر الفجر إلا عدد يعد على الأصابع أين الأمة؟ أين المسلمون؟ أين من يريدون النصر على العدو؟ وهم لم ينتصر على أنفسهم ولا على شياطينهم من شياطين الجن ينام عن صلاة الفجر والأمر عاد جدا بل ربما مع صبق الإصرار والترصد يضبط منبهه على وقت العمل لا على وقت الصلاة ويسقط صلاة الفجر عن قصد وعن عمد من وقته ومن برنامجه اليومي وقت ما يصحب أي صلي تطلع الشمس يأزن الظهر يأزن العصر ما فيش مشكلة مأساة ورب الكعبة مأساة ومصيبة كبيرة من أعظم المصائب ولذلك أنا أعجب لأمة تريد النصر مضيعة لصلاة الفجر مضيعة لصلاة الفجر يا أخي أصدقك القول إن ضيعت الفجر بلا عذر فاعلم أن فيك نفاقا فاعلم أن فيك نفاقا يحتاج إلى دواء يحتاج إلى علاج لا تضيع صلاة الفجر أبدا بل هي ترمومتر حقيقي إن أردت أن تقيس به الإيمان والنفاق إن حافظت على صلاة الفجر في البرد والشتاء والصيف وانطفط وتركت فراشك وتركت أهلك وقمت لا أقول قبلها بساعة لتقف بين يدي الله على الأقل بدقائق صليت ركعة واحدة وخرجت إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ووضبت على ذلك وحفظت ذلك فعلا بأنك على الخير وإن ضيعت فعلا بأنك على شر عظيم وبأنك واقع في مصيبة كبيرة وأكبر منها أنك لا تدري أنها مصيبة وأن الأمر عادي فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غي وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة متعمدا الرجل اللي يضبط منبه ده على سبع الصبح ده متعمد يضيع الفجر ولا لا ده متعمد يضيع صلاة الفجر ولا لا يقول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تقدر على ذلك تقدر على ذلك ووالله الذي لا إله غيره لو طلب منك رئيسك في العمل أن تحضر له في مكتبه في الساعة الرابعة أو الثالثة والنصف في وقت الفجر صباحا ورب الكعبة لكنت قبل الوقت ماثلا بين هديه وإنا الله وإنا إليه راجعون فصلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فيها لأن وقتها وقت يفرغ فيه القلب والسمع واللسان تستشعر فيه السكون والسكينة وشهود الملائكة فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فهو وقت أدعى لسماع القرآن ولتدبر القرآن وفيه نزل قول الرحيم الرحمن فإذا قرأ القرآن فاستنعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون شكرا